تمراراً للأرقام المرتفعة وفي حصيلة مقاربة للأيام الماضية سجلت اليوم في الأردن مائة وأربع وفيات وتسعة آلاف ومائة وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا الإجاز الحكومي اليومي أوضح أنه تم إجراء ثمانية وأربعين ألفاً ومائة وواحد وخمسين فحصاً مخبرياً بنسبة فحوصات إيجابية بلغت قرابة تسعة عشر في المائة مقارنة مع تسعة عشر وسبعة أعشر في المائة يوم أمس أعداد الحالات النشطة في المملكة تتجاوز حالياً مائة ألف إصابة بواقع مائة ألف واربعمائة وثمان وثمانين حالة محافظة العاصمة سجلت اليوم ثلاثة ألاف وستة مائة وسبعة وعشرين إصابة بنسبة أربعين في المائة من مجمل الحالات فيما سجلت في محافظة الزرقاء ألف وثلاثمائة وثلاث وثمانون إصابة تلتها محافظة إربد بواقع ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين